تأكيد رئيس الوزراء السيد السوداني على حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج بحديثه عن تهريب الدولار بداية ما المتوقع من إجراءات لتقييد عمليات التهريب هذه نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدتي وللزميلك ولجمهور المتابع الحقيقة هناك إجراءات واجبة التلبية والتطبيق بخصوص سعر الصرف وقديما قبل سنوات تحدثنا عن هذا الأمر بخصوص سعر الصرف هناك فجوة ما بين الأداء العام كحكومة ومجتمع وتلبية الاحتياجات داخليا وما بين قيمة الاستيرادات التي تلفها الكثير من الشبهات وعليها الكثير من الملاحظات لا قيمة لأي إجراءات خذيها مني سيدتي لا قيمة لأي إجراءات بدون اعتماد سياسة واضحة في التنمية وتنمية القطاع الخاص العراقي بالإضافة إلى تشجيع الصناعة والزراعة الانتاجية يعني القطاع الخاص الانتاجي العام والخاص من أجل سد احتياجات الحاجة المحلية دون اللجوء إلى الاستيراد ومع الأسف الاستيراد عليها شبهات وتحدثني فيها أغضن تبقى هناك إجراءات آنية الحكومة تقوم بهذه الإجراءات ولكن تبقى العملية استراتيجية من أجل تلبية حاجة العراق بالسلاع وغيرها بالإضافة إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص في حق الضرائب والقمارك على تشجيع استيرادات السلع يعني المعدات الانتاجية وهكذا هي مجموعة سياسات عامة يفترض الحكومة أن تطبقها ولكن كإجراءات سريعة يبقى هناك تلبية المتطلبات الدولية في هذا المدر اشتركوا في القناة